شوارع بلا مرة محال بلا زبائن أبرز الساحات الدينية الفاتيكان بلا زوار والسبب وراء ذلك ليس خفياً بل إنه القاتل الخفي الذي لا تراه العين المجردة فيروس كورونا وفي محاولة لاحتواء الوباء المنتشر بين أرجاء إيطاليا الساحرة والزاخرة بأثار الحضرة الرومانية القديمة أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب بيكونتي قراراً هو الأول من نوعه وهو الحظر الشامل للدولة الإيطالية وشعبها بالكامل المواطنون تدافع أمام المحال التجارية لشراء السلع والاحتياجات الأساسية استعداداً لقضاء فترة العزل داخل المنازل أملين في انتهاء الأزمة وإيجاد علاجاً للقضاء على فيروس كورونا وفي مشهد لا يحدث إلا وقت الحروب والأزمات ترى أرفف السلع والمنتجات الغذائية خاوية إلا من بعض الأكياس شبه الفارغة المشهد في العاصمة الإيطالية روما انتقل إلى أبواب المتاحف ودور السينما ومختلف المزارات في أثناء إغلاق أبوابها أمام الزوار في إجراء احترازي لمنع تفاقم الأزمة وانتشار الوباء الذي أدى لوفاة أكثر من ستمائة وثلاثين شخصاً وصب أكثر من عشرة آلاف آخرين إيطاليا تحت الحذرة وفي مشهد لم تستطع جيوش العالم القديم تحقيقه تقع آثار الإمبراطورية الرومانية وأحفاد ملوكها تحت حصار جيش يتكون من فيروس خفي يتكاثر وينتشر بين خلايا جسد الدولة الإيطالية لينشر الرعبة داخل شوارعها الخاوية